إيران بدأت بالتحرك نحو واحدة من أهم طائرات الحربية الصينية في تحضير مستمر لمواجهة التحديات والتهديدات المستقبلية من إسرائيل على مستوى الجو هذا الأمر أصبح واضحا من خلال ما جرى في معهد أو معرض الصين الدولي للطيران الذي بدأ اليوم في مدينة جوهاي الصينية وسيستمر حتى السابع عشر من نوفمبر وهو يقام مرة في كل عامين وهذا المعرض تقوم من خلاله الصين عادة باستغلاله من خلال عرض طائراتها للدول الأخرى لبيع هذه الطائرات ولكن أيضا لاستعراض قدراتها وإمكانياتها على مستوى الجو التكنولوجية والحربية وغيرها وهذا هو بالضبط ما فعلته الصين من خلال استعراض طائرة جي 35 أي الشبحية التي صنعتها الصين للمرة الأولى على الإطلاق وتحصلت للمرة الأولى على الإطلاق طبعا الآن تمتلك طائرة شبحية وقالت الصين بأنها تقارن بطائرة الـ F35 الشبح الأمريكية وهذا هو الأمر الذي جعل الواشنطن بوست الأمريكية أن تنتبه لخطورة هذه الطائرة وأكدت بأن القدرات الجوية العسكرية الصينية الآن بدأت تقترب وبدأت تتحدى بالفعل القدرات الجوية الأمريكية لكن واحدة من الأمور الملفتة للانتباه هي وجود قائد القوة الجوية الإيراني في هذا المعرض الصيني تحديدا وهو حميد واحدي الذي ظهر وهو مهتم بشكل كبير بإحدى الطائرات الحربية الصينية كان يسأل عن مواصفات هذه الطائرة وعن جميع تفاصيلها التقط كذلك العديد من الصور وهو على متن هذه الطائرة كما تلاحظون وفي نفس الوقت أيضا اتضح من عدد من الزوايا لهذه الطائرة من هذه الزاوية ومن هذه الزاوية بأن قائد القوة الجوية الإيراني مهتم تماما بطائرة جي عشر الصينية هذه الطائرة طائرة نفاذة متعددة المهام دخلت الخدمة في عام 2006 وكذلك يطلقون عليها التنين القوي بالإضافة إلى أن الصحافة الصينية سبق وأنقارنت هذه الطائرة بطائرات الـ F-16 الأمريكية ميراج 2000 الفرنسية وكذلك السخوي 27 الروسية وتصل قيمة هذه الطائرة إلى 40 مليون دولار للطائرة الواحدة وهذا جعل العديد من الأوساط الإيرانية الغير رسمية لكن المتخصصة في الشأن الإيراني أن تهتم بحقيقة أن إيران فعلا قد تذهب وقد تشتري هذه الطائرة التي نتحدث عنها مثل إيران أبزورفر إيران إكسبكتيتر وغيرها خاصة وأن إيران الآن بدأت تهتم بشكل كبير بعد الضربات المباشرة بينها وبين إسرائيل وبعد الضربة الأخيرة الإسرائيلية أصبح واضحا لهم بأنهم بحاجة لتقوية القدرة الجوية الخاصة بهم على أعلى المستويات وتحرك قائد القوة الجوية الإيراني في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي إلى باكستان وبدأت هذه الأوساط المتخصصة في الشأن الإيراني تتحدث بأن هناك إمكانية لإيران لشراء جي أف 17 الباكستانية ولكن لا مؤشر عن أي حقيقة أو أي دلالة بأي شكل من الأشكال عن أن إيران اتفقت مع باكستان لشراء هذه الطائرة كذلك إيران تواجه مشكلة كبيرة مع روسيا من خلال الاتفاق الذي عقد بينها وبين روسيا هي اشترى طائرات سوخي 35 ولكن حتى هذه اللحظة هذه الطائرات لم تسلم من قبل الجانب الروسي وبفوز دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الرجل سيتفاوض مع بوتين حول الحرب الروسية الأوكرانية وما هو مهم لبوتين على مستوى الأمن القومي الخاص بروسيا واهتماماته الأساسية والأولوية هي أن تنتهي الحرب بسيطرته واستحواذه على الدومباس وعلى زابروجيا وكذلك على خيرسون هذه هي الأولويات الأساسية بالنسبة له ومن الممكن أن تكون هناك شروط من قبل ترامب على بوتين كواحدة من الشروط لإيقاف هذه الحرب بصالح الطرفين بصالح بوتين تحديدا على أن لا يسلم هذه الطائرات الحربية السوخي 35 أو أي قدرات دفاعية لصالح الجانب الإيراني وهذا إيران تفهمه تماما كذلك أن دونالد ترامب بدأ بتعيين عناصر في إدارته يعتبرون من المتشددين ليس فقط ضد إيران وإنما ضد الصين أيضا على سبيل المثال مايكل وولتس أصبح مستشارا للأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية وأليس ستيفانيك وهي ستصبح سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة كل هؤلاء يدعمون إسرائيل بقوة كبيرة للغاية وكذلك هم متشددين ضد إيران وكذلك ضد الصين وهذا هو الذي قد يقرب وجهات النظر بشكل كبير بين إيران وبين الصين وأن يؤدي في نهاية المطاف إلى وصول طائرات الجي عشر التي نتحدث عنها لصالح الجانب الإيراني مئة طائرة من هذه الطائرات ستصل إلى أربع مليارات دولار من قبل الجانب الإيراني لأن كل طائرة كما تحدثنا قيمتها تصل إلى أربعين مليون دولار وهذه مسألة مهمة بالنسبة للجانب الإيراني وكما تحدثنا أن الدفاعات التي تمتلكها مثل الأس 300 وحتى أن تحصلت على الأس 400 وغيرها المنظومات الرادارية الخاصة بها المشكلة التي واجهتها إيران هو أن إسرائيل في حقيقة الأمر لم تتمكن من ضرب كل هذه المنظومات الدفاعية دون مقدرة هذه المنظومات من فعل شيء لهذه الطائرات لا بل أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كما يعتقد وبالكثير من الأدلة أنها اخترقت فعلا الأجواء الإيرانية وضربت عددا من الأهداف بعد ضربها لأهم الدفاعات الموجودة في الداخل الإيراني وانسحبت مرة أخرى إلى الأجواء العراقية وهذه مسألة أزعجت تماما الجانب الإيراني لأن كل شيء أصبح خطيرا عليها على سبيل المثال المفاعلات النووية أو حتى المنشآت النفطية الخاصة بها أو حتى المسؤولين الإيرانيين المتواجدين في العاصمة الإيرانية طهران بعد ضرب أهم الدفاعات أيضا التي تحمي العاصمة الإيرانية تحديدا جنوب غرب العاصمة الإيرانية بالتالي وجود هذه الطائرات 150 طائرات أو غيرها ممكن أن تشكل دفاعا كبيرا وتمنع الطائرات الإسرائيلية من الوصول أو اختراق الأجواء الإيرانية بأي شكل من الأشكال كذلك أن إيران بحاجة لمثل هذه الطائرات بسبب أيضا الانتشار الأمريكي على مستوى طائراته الحربية في منطقة الخليج العربي وأن هناك 6 طائرات كما هو معروف الآن متمركزة في قاعدة العديد القطرية من طائرات البي 52 وهذه 5 من هذه الطائرات قادرة على حمل القنابل النووية وبالتالي هم بحاجة لقوة جوية للدفاع عن أراضيهم وكذلك أيضا لتحدي هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية أو الأمريكية فوق الأجواء العراقية على سبيل المثال أو حتى في الخليج العربي من أي هجمات ممكن أن تعتبر ثغرة للدخول إلى المفاعلات النووية وكذلك أيضا أن تكون فيها مساء المستقبلية للطائرات الإيرانية أن لا تهدد إسرائيل فقط بالصواريخ والطائرات المسيرة أو حتى القوات الأمريكية المنتشرة إن كانت في العراق أو إن كانت في سوريا وأنما أيضا تكون هذه الطائرات جزءا مهما في العمليات الهجومية التي قد تهدف لها إيران بالتالي هناك مكاسب استراتيجية كبيرة إن تمكنت إيران من الحصول على صفقة من الصين أو صفقة حتى من روسيا بأي شكل من الأشكال أو حتى الحصول من باكستان أو دول أخرى لجمع القوة الجوية لتحقيق هذا الدفاع والقدرات الهجومية التي نتحدث عنها وإيران لديها طبعا مشكلة مستمرة مع الطائرات وسلاح الجو الخاص بها والدفاعات إلى درجة إلى أنها بدأت بحسب وكالة تسنيم وما نقلته كذلك وكالة رويترز بدأت ببناء وحفر الأنفاق في طهران تحديدا بسبب كما تحدثنا أن المنظومات الدفاعية والرادارية هنا تقريبا في هذه المناطق ضربت وأصبحت عبارة عن ثغرة للطائرات الإسرائيلية للدخول لتحقيق عدد من الاستهدافات في طهران وبالتالي هذا هو الذي دفع في نهاية المطافة الجانب الإيراني إلى حفر نفق وسط إيران وهذا النفق تحت الأرض هو يمتد من مترو طهران وهذا هو مترو طهران الذي ترونه هنا تقريبا باتجاه مستشفى الإمام الخميني هذه مستشفى الإمام الخميني بالتالي تحت الأرض ممكن نقل أي عناصر مهمة تحت الأرض طبعا في حالة كانت هناك ضربات إسرائيلية بأي شكل من الأشكال إلى المستشفى ومن المستشفى إلى المترو ومن المترو هي تنقل إلى كافة أنحاء طهران مسألة مهمة للغاية كذلك تمت ملاحظة خلال الـ 72 ساعة الماضية أجساما مضيئة وهي تحلق في سماء طهران وفي شمال إيران بشكل عام بدأ الناس ينظرون إلى أن هذا نيزكا محتملا يطير في الجو أو من الممكن قمرا صناعيا بأي شكل من الأشكال ولكن ما هو مثير بهذه المسألة إيران لم تقل شيئا نهائيا ومصادر إيرانية متخصصة بأشأن الإيراني أشارت بأن هذه تجارب صاروخية لأجانب الإيراني هم يقومون بتجريب صواريخ الكروز تحديدا الآن بعد أن قامت إيران أيضا بتجريب صاروخ خرم شهر الرابع في منطقة شاهرود إلى الشرق من العاصمة الإيرانية طهران على مسافة 317 كيلو مترا وكانت هناك أنباء رسمية من أحد النواب الإيرانيين تحدث عن طبيعة أنه فعلا كان هناك اختبارا من أجل التحضير لعملية الوعظة الصادقة الثالثة لمهاجمة إسرائيل والانتقام منها وطبعا إيران مضطرا للحصول على الطائرات الحربية وتقوية قدراتها الدفاعية وحتى الهجومية قدر الإمكان على مستوجه تحديدا خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيل الجديد يسرائيل كاتس قال لن تكون هناك أي اتفاقية مع حزب الله اللبناني بأي شكل من الأشكال وطبعا الجانب الإسرائيلي طلب إخلاء كل هذه المدن بشكل عام منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان حتى يومنا هذا طلبوا من جميع المدنيين مغادرة هذه المناطق وكذلك طلبت من المدنيين مغادرة باعلبك كذلك أيضا جنوب بيروت نتحدث عن الضحية الجنوبية وكانت هناك العديد من الضربات اليوم باتجاه الضحية الجنوبية هناك تصاعد في العملية البرية والضربات الجوية وحزب الله اللبناني يعتبر أهم ذراع لإيران وهذا يضعف بهذا الشكل الذي يرونه مع كل ما جرى لحركة حماس في نهاية البطاف وبالتالي إيران بحاجة لإيجاد طرق لتقوية نفسها لأن هذه الجبهات التي تشكلت من أجل تهديد إسرائيل بشكل مباشر بدأت تضعف بشكل تدريجي كذلك أن جانب الإسرائيلي الآن بدأ يوسع من عملياته البرية ونلاحظ أن واحدة من الأدلة على عمليات التوسيع الإسرائيلية هي تهدي هنا باتجاه الناقورة لنقترب هنا من هذه الصورة تلاحظ أن الجيش الإسرائيلي تقدم فعلا الآن ويبحث عن التقدم للناقورة وسيستمر بالتقدم على مستوى الساحل كما نلاحظ هنا سواحل البحر المتوسط بعد كل عمليات الإخلاء التي طالبت بها إسرائيل في لبنان وبالتالي هم قد يتقدمون إلى مناطق خطيرة حتى وصولهم إلى صور وبعض صور نرى ما الذي سيحدث لكن الجانب الإسرائيلي طبعا مصر تماما على استمرار هذه الحرب وهذا هو الذي قد يدفع إيران إلى تطوير قدراتها قدر الإمكان قبل أن تبدأ وأن تصبح المواجهة خطيرة ومباشرة مع الجانب الإيراني ومن جبهات قريبة بالتالي لا بد للقوة الجوية لا بد للدفاعات أن تكون حاضرة وكذلك أيضا لا بد للقدرات النووية أن تتصاعد كما يرى بعض الخبراء والنواب الإيرانيين في البرلمان الإيراني اشتركوا في القناة